بعد أعلان فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية لا يزال المعسكر الجمهوري يضاعف الطعون القضائية والتهام المعسكر الديمقراطي بصرقة الانتخابات دون أي دليل حتى الآن وعلى ذات منحى معسكر الممانعة أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفضه الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات واعدا بعملية انتقال سلسة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب نذكر الجميع بأنه لم يتم فرز جميع الأصوات سنواصل تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية هذا ما يريده الرئيس ترامب خلال تلك الفترة يأتي ذلك بينما أعلنت منظمة الدول الأمريكية OAS أن مراقبيها لم يسجلوا أي تزوير أو انتهاكات خلال الانتخابات وفي خضم حالة الشد والجذب تلك كشفت مصادر بالإدارة الأمريكية أن مسؤول مجلس الأمن القومي لم يتلقوا أي توجيهات بعد بشأن المرحلة الانتقالية للسلطة بين بايدن وترامب سنجتاز هذه الفترة وسوف يقسم الفائز في الانتخابات في يناير 2021 تماماً كما نفعل كل أربع سنوات منذ عام 1793 وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن نحو 80% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن هو الفائز في انتخابات الرئاسة وبينما ينتظر فريق بايدن التأكيد الرسمي لنتائج الانتخابات وفقاً للإرشادات الفيدرالية يرى متابعون أن ترامب سيواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة طوال الفترة الانتقالية على الأقل للحفاظ على صورة الرجل القوي الذي قد تخدمه في حال قرر الترشح لولاية جديدة عام 2024 ترجمة نانسي قنقر